أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي المرحلة العاشرة من قوافل ستر وعافية لأهالي قرى اللطويرات ودندرة بمحافظة قنة وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 20 ألف مستفيد هذا وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال تضمن القافلة أيضا تجهيز عشرة عرايس من الفتيات اليتمات المقبلة على الزواج وحملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين وفيما يخص مشروعات البنية التحتية فيجرى العمل على مد خط مياه بقرية الكويت بطول 3570 متر يخدم أكثر من 3500 مواطن من أجل القضاء على ظاهرة خزانات المياه كما سيتم تركيب أسقف لعدد 20 أسرة بقرية أطويرات يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا أيضا مع جهود التحالف وفقا لخطة الحماية المدنية والتي تم وضعها ترجمة نانسي قنقر